اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي مستمعين العزاء صبحكم الله بالخير حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة اللي اتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي خلال البرنامج إن شاء الله مثل ما عودناكم بنتطرق الأمور طبية وصحية تهمكم وتفيدكم وكذلك يسعدنا استقبال استفساراتكم وداخلاتكم وقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج أذكركم برغام التواصل بس رحب قبل فريق العمل وياي اليوم في الأعداد نور نزال في التنسيق مير المري في الأخراج أيمن سرحيل صبحكم الله بالخير جميعا وياكم دكتورة عاش البسطي إن شاء الله اليوم واضعنا مثل ما عودناكم بنتطرق الأشياء كثيرة سوى صحية سوى طبية أمور كثيرة إن شاء الله بنطرق لها خلال البرنامج أذكر برغام التواصل 6-0-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-0-6 حياكم الله مثل ما عودناكم في فقراتنا بتكون الفقرات التوعوية وفقرة السوشيال ميديا فقرة السوشيال ميديا بنتواصل نحيم مع الزميلة أسمي الجناحي لمدة 60 ثانية وبنتعرف على اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأقلب ما يدور فيها صبحت الله بالخير أسمي أسمي أهلو سلام عليكم عليكم السلام صبحت الله بالخير أسمي أسلام الله بالنور سرور دكتورة عليك وعلى كل المستمعين مستمعين إذا عدتني مرة دبي إن شاء الله نترية السوشيال ميديا وأهم ما يدور فيها لي اليوم من ضمن الأشياء اللي نحن نضاء نتكلم عنها أن ألف أغلب مراكز هيئة الصحة بالدبي كانت تحتفل باليوم العالمي للمسنين من خلال المؤتمرات اللي كان يسوونها ومن خلال البرامج الأخرى اللي كان يشتغلون عليها أيضا كان فيه منتد بالاستثمار وهو أيضا سبوع كامل ونحن كان فيه يوم مخفص وهو خاص بشهادة الحاجة للمستثمرين اللي يساعدهم أن توفير الخدمات المطلوبة يوفر لهم هاي المعلومات اللي يحتاجونها قبل ما حتى يستثمرون فيها حسب المناطق حسب التخصف حسب هاي الأشياء المهمة اللي كانت أمنت أيضا نحن نبقى ننوه هنا إن شاء الله باشر على البتر المباشر نتكلم عن موضوع دائما عن يفضل الملاحظات الفترة الأخيرة بخطوص التأمين الفلحي إن شاء الله باشر على البتر المباشر في إذاعة نور الدبي ويكون نساء صالح الهاشمي وديو تنفيذهم وسط الدبي للضمان الفلحي يتكلم عن الملاحظات الأخيرة اللي كانت وصل من الجمهور ويوضح لهم كل البنوذ الموجودة فيها ممتاز نقولهم تابعوا البتر المباشر يعني نحن برنامو تتعيح برنامو الثاني وآخر شيء اللي الخطة أو الرسالة الإيجابية اللي نحن نختم فيها قد لا تسير الأمور في عملك كما خططت لها لا تجعل ذلك يحد من عزيمتك بل أجعلها فرصة للتحسين والتطوير المشكلة في أغلب الأشخاص إذا صار موضوع مبمت ماشي مع اللي يبونه خلاص يعني كأنه يعني كانت آخر الدنيا ونهاية المضاف يعني مو بشرط ممكن الأشياء تصير مثل ما نحن نبقاها وعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني واحد ما يعرف شو الخير وشو المبخير في النهاية أنت أقتنع بالموجود وحاول دايما أن أنت تشتغل ويتحسن عشان توصل للي أنت تبقى ودمت المفحة في سعادة ودمت بصحة وسعادة يا أسماء أسماء الجناحي شكرا لك هذه كانت فقرة السوشال ميديا ومستمعين العزاء وأقلب ما يدور فيها وكانت يانا الزميلة أسماء الجناحي مثل ما عودناكم عنا فقرتنا التوعوية والتقذوية اليوم بنتكلم أكثر وأكثر عن الكيتو دايت ويانا أخصائية التقذية في هيئة الصحة بتبيل أستاذ إيمان محمد صبحت الله الخير إيمان أهلا إيمان حابين نتعرف أكثر وأكثر عن الكيتو دايت أنت عارفة موضوع الدايت الحين وايد لعب دور والناس بدأت تثقف أكثر وأكثر فيه بس مرات تكون مصادر التثقيف أو مصادر الواحد يأخذ منها المعلومات تكون نوعا ما خاطئة بس نحن حابين نتعرف عن الكيتو دايت الكيتو دايت هو حاليا نحن كثير بنسمع فيه هو واحد من أبرز أنظمة الرجيم الرائجة مؤخرا وهي بالعربي النظام الغذائي الكيتوني وهو عبارة عن نظام غذائي يعتمد كثير أن يكون منخفض بالكاربوهايدرات متوسط لبروتين ومرتفع الدهون فهذا يعني بيزعم أنه بيحول الجسم إلى آلة بحرق الدهون فالنسب بيأخذ تقريبا من 70 إلى 80% من الدهون من سعرات الحرارية من الدهون و20 إلى 25% ومن 5 إلى 10% من الكاربوهايدرات فالغالبية العظمى بيكون من الدهون بدل من الكاربوهايدرات اللي هو تقريبا من نظام الغذائي الإنسان العادي بيكون 55% أو 50% دهون فالكيتو هو عبارة عن نظام غذائي كان يستخدم أو وما زال يستخدم لعلاج السرع للأطفال نعم وفعلا فيه دراسات كثير على هذا الموضوع موضوع السرع بالنسبة لموضوع انقاط الوزن لدينا دراسات بس على المدى القصير فالفكرة في هذا الرجيم هو تقليل نسبة الكاربوهايدرات بنسبة كبيرة بشيث أنها ما تزيد عن 50 جرام يعني هما دائما بيقولوا من 20 إلى 50 جرام فقط من الكاربوهايدرات 20 جرام يعني بنحكي عن حبة فاتحة يعني لو أكله حبة فاتحة خلاص ما بيقدر يأخذه مصدق ثاني من الكاربوهايدرات فبعد مرور أيام قليلة من استفاع هذا النظام الجسم ما بيلاقي الوقود اللي بيحتاجه من السكر أو الكاربوهايدرات وبالتالي بيبدأ الجسم في الاستعانة بالدهون أو البلوتين بيحصول على الساقة اللي بيحتاجها بيحرق كم أكبر من الدهون المخزنة في الجسم وهي كبير جسم نسبة كبيرة من الدهون بس طبعا لا ينصح في اتباع هذا الرجيم إلا تحت إشراع صدي وللسفرات قصيرة يعني سفرات قصيرة مثل نقول سبعين شهر بالكثير حتى لا يأثر على السحاب الصل صحيح استاذ إيمان إحنا قلنا ذكرك أن 70-80% يكون الأكل يحتوي على الدهون شو نقصد من الدهون نفسها يعني كوجبة شو نقصد فيها الدهون يعني تكون الوجبة يعني محتمدين على أنها تكون مقلاء يعني نستخدم الدهون في أن نطبخها أو تكون كمية الدهون معينة فممكن واضحين أكثر نقطة الدهون لأنه هذا النظام عالي جداً بالدهون نجد أن ننتبه على نوعية الدهون سهلة صحيح لا هذا كيف لا غلط لأنه الدهون يجب أن تكون من المصادر الصحية عندنا مثلاً المكسرات نستخدم زيت الزيتون مثلاً أو زيت الكانولا مثلاً يتسمى للضاية على الأتماك الفاسي مثلاً سيبا أو سيبريم وهذه هي الدهون العالية لماذا؟ لأنه وعلى مدى بسيط لأن السهلات الكبيرة للدهون مفيدة ممكن تكون مفيدة لفترة زمنية بسيطة بس على المدى البعيد ممكن تأثر صلباً مع زمع والثلاث معنا دراسات كافلة صحيح فهي الدراسات يعني اللي أجريت أجريت على النظام الكيتوجيني الأساسي والنظام الكيتوجيني العالي بالتقوصين هلأفع أننا إحنا أربع أنواع لأن النظام الكيتوجيني اللي هو الأساسي اللي زي ما حكث لك 5% فقط بتكون من المفترة نعم النظام الكيتوجيني كان النظام الكيتوجيني الدوري أو اللي هي بيعتمد على إتباع النظام بذل 5 فيام إذا عدنا سيعنا يومين 3 أو يومين عالي جداً بالكربوهيدرات نعم سيعنا النظام الكيتوجيني تارجت أو أن يستهدف وهذا بيستفرم أكثر للرياضيين نعم بيات والكربوهيدرات فقط قبل التمرين وفي عندنا نظام الكيتوجيني عالي للبروتين اللي هو تكون 60% من السعرات من الدهون 35% من اللي بروتين و 5% من الكربوهيدرات يعني اللي بروتين بيكون بكينية أكبر فهي الدراسات اللي إجريت إجريت على الكلسك أو الأساسي وإجريت على عالي اللي بروتين فهي سعلا أكدت أنه الناس تنهي الوزن على هذا النظام وبيّنت أنه سعلا ساعة في انخفاض مستودهون السيئة وارتفاع مستودهون مستيدة وانخفاض من نسب السكر الموجودة بالدم فإنها بتعمل فوائد للأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني أو حتى الأشخاص لأنهم مقاومة الإنترين مثل انتفايير ومزايد المشاكل الأخرى والنقطة اللي ذكرتيها أن الشخص قبل ما يبتدي بالكيتو دايت أو أي دايت يفضل خاصة الكيتو دايت يفضل يستشير طبيب المقتص ويتحول على أخصائي التغذية كذلك أساساً متابعته أستاذ إيمان حابة يجدقينك المأخيرة قبل ما ننهي المقابلة لمواجهة تمهين الأعزاء الكيتو دايت هو نظام قاسي جداً وينصح بعدم اقتباع إلى فترة زمنية طويلة حكينا ماكسموم ضعين إلى شهر وزي ما قلت أنه لازم نراجع في القبيب أو أخصائي التغذية قبل ما يبدأوا بهذا الحمية لأنه في أشخاص مش لازم يتبعوا هاي الحمية مثلاً نذكر من النوع الأول للمشاكل في هضم الدهون وإلى آخره والحمية مفيدة هي على عشان يعني حمية مفيدة على المدى البعيد للحياة صحية نعم وفي عمى دراسات على هاي الحمية اللي هي حمية البحر الأبيض المتوسط هي من أفضل الحميات عالمياً وإن شاء الله بنتطرق لهذا النوع كذلك في حلقاتنا المقادمة إن شاء الله الوقت أسعفنا واستاذ إيمان محمد خصائية تغذية فيئة الصحابة دبي شكراً لك أفضل شكراً مستمعين العزاء هاي كانت فغرتنا بخصوص الفقرة التوعوية اللي تكلمت فيها لأستاذ إيمان بخصوص الكيتو دايت إن شاء الله طالعين فاصل وردي لكم مواضيع شيقة مثل ما عودناكم خلكم ويانا صحة وسعادة مستمعين العزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة ذكركم برغامة التواصل 600551414 الرسالة النصية على 4006 حياكم الله أحين فغرتنا الثانية بنتكلم عن حملة جداً صراحة مهمة وجميلة اللي هي حملة كنز الحياة بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث وبنتعرف كذلك على آخر المستجدات في هذه الحملة ويانا إن شاء الله بتكون الدكتورة فاطمة هاشمي رئيس وحدة استقطاب المتبرعين وباحث إكلينيكي أول بمركز دبي للحبل السري والأبحاث وبتحدث معانا عن آخر مستجدات حملة كنز الحياة بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث صبحت الله بالخير دكتورة فاطمة طبعاً نور مرحباً أحناً دكتورة دكتورة طبعاً هذه تعتبر من الحملات المهمة اللي هي حملة كنز الحياة فهلكت أنت تعطينا فكرة عامة عن هذه الحملة والأماكن اللي تستهدفها كذلك طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً حملة أو هي مبادرة فلاق خاري الحملة كنز الحياة طبعاً بدت في 17 فبراير 2019 والهدف كانت من هذه الحملة أن زيادة الوعي عن أهمية دم الحبل السري للمجتمع لاحظنا الفترة الأخيرة أنه وايد الناس ما يعرفون شو أهمية الحبل السري وكيف التسجيل لدم الحبل السري ومتى ممكن الأمر تكون تخزن دم الحبل السري وكم سنة ممكن نخزن هذا الدم وشوفها وايدة في العلاج كثير من الأمراض فلاحظنا أنه وايد أسئلة كانت بتاول عن هذا الموضوع فأطلقنا هذه الحملة حملة كنز الحياة على مدار السنة طبعاً ركزنا فيها على الدوائر الفقومية أن نتقف المجتمع في الدوار الفقومية والمستشفيات والمراكز الصحية الأولية فالحمد لله لدى أقبال كبير جداً من المجتمع مثل هذه الحملات كانت مطلوبة يعني مثلاً من زمان يعني واجنة نطلع بيها ويبون حتى استمرارية يعني أنها ما بتكون حملة فقط لألفين بساطة أسف من الأقبال الكبير اللي شكناها هذه السنة ناوينا إن شاء الله لننكمل حتى سنوات الياية أن نركز على مراكز جديدة وقد ما نقدر نغطي مجتمع أكبر أن نتقف عن أهمية دم الحبل السري إن شاء الله دكتورة بالنسبة لأهمية دم الحبل السري طبعاً لا أهمية كبيرة وأسست شذي أنتو طلعتوا بهاي الحملة ونفس ما قلت لقيتوا الإقبال الكبير وإن شاء الله بتستمرون فيه حتى للسنوات القادمة إن شاء الله فممكن تعطينا نبدعاً أهمية الحبل السري طبعاً دم الحبل السري ويعتبر الدم المنتبقي في المشيمة طبعاً من 25 سنة كانت المشيمة والحبل السري تعتبر من النفايات يعني ما لديهم صحيح كانت تنوم طبعاً من 25 سنة تشفو أن يحتوي على خلايا جدئية ممكن يعانج أكثر من 80 مرات من أمراض الدم ففي 6-6-2006 طبعاً من المكرمة مسيخية من الشيخ محمد تم تم بناء هذا المركز وطبعاً نحن عندنا نوعين من التخزي أنت ممكن تخزي دم الحبل السري للطفل نفسه في استخدام العائلي أو ممكن أن الأم تتبرع بدم الحبل السري للآخرين فاستخدام دم الحبل السري لعلاج كثير من الأمراض طبعاً نحن حالياً عالجنا في 14 حالة من أمراض الدم وكلها حالات طبعاً ناجحة والحمد الذات عالجوا من الأمراض مثل الفلسيمية اللوكيمية بالانيهة المنزرية فأي شي يخص الدم يعني يتم نعلاجه بدم الحبل السري فدم الحبل السري عبارة عن الدم المتبقي في المشاريع مثل ما قلنا وإن هذه الخلايا الجذائية تحمي حل الخلايا المتضررة في الجسم وتنتج خلايا جديدة فسبحان الله هي خلايا غير متخصصة تاخد خاصيتها لما أدش بالجسم من الخلايا المتضررة في الجسم تحمي الحلة وتنتج خلايا جديدة سبحان الله دكتورة حبينا تعرفين أكثر وأكثر على آخر مستجدات الحملة والبرامج كذلك التي تتضمنها طبعاً نحن أول ما أطلقنا مبادرة حملة تكنز الحياة طبعاً بدأنا أول شيء ركزنا على الدوار الحكومية فرحنا بالتبيت الدبيت، شرط الدبيت، هيئة الكهرباء والمياه وبعد هيئة الطرق والمواصلات وطبعاً نحن جدنا أن التركيز لا يختصر على الأم فقط قبل كان تركيزنا أن نتقف الأم الحامل عن شو الحب السرية وشو أهميتها ولكن لذلك كتفنا أن لا مش فقط الأم المهم أنها تعرف ضروري جداً الزوج أنها يعرف عن أهميتها من الحب السرية والعائلة كلها يعني أنها تكون نتقفة وتعرف شو الحب السرية شو ممكن ينفعنا وكيف ممكن نحن نخزن ووين يتخزن هذا التمي كل هذه المعلومات والتساؤلات أن الناس تحب التعرف أكثر عنها كتفنا أن أفضل الأماكن أن نروح الدوائر الحكومية لأن البنات بنظر نشوف الناس اللي تزور هذه الدوائر الحكومية والموظفين اللي متواجدين في الدوائر الحكومية فلقى أكبار كبير كبير جداً يعني في بلدية دبي وشرطة دبي اكتشفنا أن الناس لم يكن لها علم تافي شو الحب السري وأن كيف فينا التفقير زاد من سعادة المجتمع أنه يعني سبحان الله أن هذا الدم أنه مياه رمي ومسطوض أنه يتخزن فشفنا أقبال كبير على هذا الموضوع وزيادة عديد العينات يعني في مركزة من الحب السري إن بدأت الأم والزوج يشجعون على هذا الشي يعني صارت الأم إذا قلناها عينتها غير مقبولة لأنها ما مثلاً ما تمشي للمعايير العالمية صارت الأسف الضائق يعني لأنه لا أخلو لي هالعينة مهمة فإحنا وصلنا إلى حالة إنه قدرنا نوصل هذا المعلومة إنه مهم جداً وإنه تخزينه ممكن يعانج كثير من أمراض الأمراض الدم وشجعنا كل أم يعني إنه حرام إذا الأم ما تبرعت فيه أو خزنات ترهو بينرمي صحيح يرمي في النفايات فيعني ضرورية إنه تخزين وتجميع هذا الدم بدل ما يرمي فيه النفايات ونفس ما قلت الحمد لله يعني نفس ما قلت نفس ما قلت أنقذ حياة ناس كثيرة ومنها 19 حالة عندكم اللي هي حالات تلقت العلاج بدم الحبل السري وكانت الحمد لله ناجحة يعني يفتح أمل الناس كثيرة وهو نفس ما قلت إبدال ما يرمي بالعكس يعني له فوايد كبيرة وبالنسبة للناس تاني يعتبر كحياة تانيئ لهم طبعا نحن نحن ندورنا كمركز بديل من الحبل السري نحن نحاول نستقبل عن أهمات لمن الحبل السري وشيطائق التخزين وكيف يتخزين وكيف طريقة التزديد كل هذه المعلومات نعطيها في هذه الحملات لما نصلح في المنصف كبير نتكلم بيها ونستقبل طبعا السئلة والمشارة يكون عندهم موائد أسئلة ونرد على أسئلتهم وحتى بعد عبنه مثل مجسم يعني بيبي نراويهم كيف طريقة سحب هذا الدم عجبنا الأم والأب يطمئني يعني أن طريقة سحب هذا الدم جدا بسيط وما بتأذي الطفل ولا بتأذي الأم يعني ما لا ضرر لا للأم ولا الطفل هي ثمان دقايق أبرى بسيطة تدخل في الحبل السري وبفعل الجاذبية الأرضية الدم هذا طبعا ينزل في كيف التجميع ويكم جمع هذا الدم وإرسالها لمركز بديل بالحبل السري لفصل الخلايا الأدعية ممتاز الجميل كذلك دكتورة أنكم ما ركزتوا فقط على الأمهات ركزتوا على العائلة ككل والمجتمع ككل لأن زيادة الثقافة من ناحية أهمية دم الحبل السري يعني تحتاج صحيح المجتمع كله عارف لتشجيع الأم على هذا التبرع أو أن حفظة دم دكتورة تكلمنا عن الحملة اللي هي حملة كنز الحياة وحبين نتحدث عن خدمات المركز بشكل عام طبعا المركز يقدم خدمات باستخدام آخر الأجهزة المتطورة في مجال الخلايا الجدئية فعندنا نحن نوعين من التخزين ممكن الأم أنها تتبرع بدم الحب السري للآخرين أو ممكن أنها تخزن هذا الثم للعائلة نفسها ومتلغ 9000 درهم تندفع دفعة واحدة ولمتلغ 30 سنة يكون تخزينة في مركز دبيدة من حب السري والأبحاث طبعا كي حارة عدم قبول العينة لسلطة من إصبارها ما كانت كافية أو كانت ما تتماشى مع المعايير العالمية طبعا يمكن استرجاع درجة رسول ما تنتهي جدا بسيطة يعني مو شرط قبل كنا نقول الأم تليه دور المركز الآن بالعكسة هلنا الموضوع ممكن أولا تكون موجودة في مستجفى لطيفة النارسات هنا تقفناهم كلهم على همون الحب السري وإجراءات التذكير ممكن أن نتكمل هالإجراءات وتم التدفع في مركز السعادة أو ممكن أن الأم حتى تتواصل معنا بالتليفون أو تطرش لنا إيميل وتقول إن أنا أحبط أسجل طبعا نبعه لها الغوار كلها على طريق الإيميل تعبية مراجعة إذا هي كانت مناسبة لإنها تخذ أو تضرع كم الحب السري وطبعا نحن عندنا شعب الدين وطاعة تتواصل التجميل للأم تبيت يعني أخذ الغرفة لينما وقت الولادة يتم طبعا أخذ غاية لحدة التجميل معنا وقت الولادة بس همنا عملية التذكير على صارح كذلك نحن نأمن إنه هو كن صحيح لما نضايع يعني ونعرف إن الأم الحامل التعب عليها أنا أكيد كان هذا تشجيع للجميع كذلك وللأمهات بالخصوص دكتورة فاطمة كلمة أخيرة توجينها المستمعين قبل نهاية الحلقة طبعا أحبت بس أشجع الأمهات والآباء وأحد من يسمعني على إذاعة تنور دبي إنه أهمية تخزين تمنحك يعني أمهات بالخصوص هم أحد من يسمعني على إذاعة تشجع أحد من يسمعني على إذاعة تشجع سبحان الله أحد من يسمعني على إذاعة تشجع صحيح أشياء 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 دكتورة دكتورة بس عنا استفسار مداخلة السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال الحمد لله أستاذ صالح نعم هياك الله ويانا في البرنامج الله يحييت ويبجيت أول شي أشكركم على البرنامج الجميل هذا ونحن متابعين يعني من فترة طويلة شكرا شكرا ولكن اليوم يعني صارت لا حاجة تكلمت عن موضوع مهم جدا وويدين يعانون منه أنا طال عمرت عندي الحرمة عندها خلل في جهاز المناعة أنا سمعتكم تتكلمون عن الخلايا الجذعية نعم وأنه ممكن تعالجون في أمراض الدم الحرمة عندها خلل في جهاز المناعة ويصير عندها تكسر في الدم نعم فينزل عندها الدم إلى تحت الخمسة يعني أحيانا يكون سبعة إذا صعبت حالتها طبعا حاليا هي تأخذ إبرة اسمها بروتيكسيماب أعتقد كل ثلاثة شهر تأخذ جرعة فسؤالي هل ممكن أن تتعالج عن طريق الخلايا الجذعية عندنا الدكتورة دكتورة فاطمة طبعا الخلايا الجذعية تعالج أمراض من أمراض الدم بس يعتمد على الحالة يعني مثلا نحتاج إلى أكثر تفاصيل يعني لو ستعتنا أكثر تفاصيل عن نوع المرض وشو الحالة دي هي واصلة بهذا المرض عشان نقدر نجاوب يعني على السؤال أنه هنعرف أن الخلايا الجذعية تعالج أمراض من أمراض الدم ومنها أمراض النائمة ومنها أمراض الجمال للحين والأنيم نعم طيب وين ممكن نراجعكم دكتورة فاطمة بخصوص المراجعات يقدونيون المركز عنكم للاستفسار الأكثر أو نقطع الخط مع الدكتورة نعتذر بأن نرجع نتواصل وياها أستاذ صالح نعم نقطع الخط إن شاء الله بنرجع نتواصل مع الدكتورة طيب أظل أنا على الخط وياكم لما تتواصلون فهل واحد من المواضيع اللي جدا مهمة وشكرا على سؤالك أستاذ صالح لأنه في ناس كثيرة عندها عندها مشاكل معينة في هذا الخصوص وتبقي تتعرف وتبقي تتعرف أكثر على أهمية هذا الموضوع وخاصة في ناس صح تحتاج لها العلاجات وحالتها تستفيد كثير دكتورة فاطمة هلا دكتورة دكتورة رجعنا الاستفسار اللي يسأل بخصوصها لأستاذ صالح بخصوص كيف يقدر يراجعكم أيكم المركز أو في حال معينة أن الطريقة التحويل معينة للمركز طبعا أدنى رقم التحويل 0442194011 0442194012 وممكن يتواصل معانا على إيميل المركز dcrc.gov.ae استاذ صالح نعم المشكلة للي أنا أسوق وما في قاعدة روقف أنا أسجل وحتى تزولنا المركز بعد ممكن نحن متواجدين الأخة ميرة الأخة ميرة منسقة البرنامج إن شاء الله بتتواصلوا يوك تحت الهوة وبتسهلك طريقة الوصول للمركز وكيف تتواصل معهم استاذ صالح شكرا لك دكتورة فاطمة هاشمي دكتورة فاطمة هلا هلا دكتورة دكتورة نشكرتش على فقرتش في برنامجنا اليوم اللي كانت جدا مهمة ونصكت كثيرة طلعت تسمعها وكذلك استفادت منها دكتورة فاطمة هاشمي رئيس وحدة استقطاب المتبرعين وباحث أكلينيكي أول بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث شكرا لك شكرا لك مستمعين الأعزاء وصلنا نهاية فقرتنا هذه تريونا للفقرة الثانية موضوع شيخ كذلك صحة وسعادة مستمعين الأعزاء جعنا لكم مرة ثانية برنامج صحة وسعادة أذكركم برغام التواصل ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ورسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة حياكم الله في فقرتنا هذه بنتكلم عن إطلاق مبادرة رائد التقذية وبنتعرف على هذه المبادرة أكثر وأكثر ويانا على الهاتف الدكتورة وفا عايش مدير إدارة التقذية السريرية في هيئة الصحابة بي للحديث عن إطلاق مبادرة رائد التقذية صباح الله بالخير دكتورة وفا صباح النور وحرور حبيبتي هلا وفا دكتورة دكتورة صراحة من اسم المبادرة يعني يجذب وتحسي ما اسمها يعني جداً مهم صراحة مبادرة رائد التقذية فممكن تعطينا نبذة عنها المبادرة مبادرة رائد التقذية أو كبتل ميوت لشان هي مبادرة وعاوية تقذوية تهدف إلى نشر الوعي تثقيفي التغذوي والصحي من هيئة صحة دبي إدعاءة التغذية العلاجية لطلابنا وطالباتنا من الصف الخامس وما فوق وتوعيتهم حول التغذية الصحيحة والطبق الصحي والمجموعات الغذائية أهميةها بجسم الإنسان كيف لازم ناخدها كيفية التعامل كيف الواحد يأكل ويكون غذاءه متوازن وصحي طبعا عن طريق كيف أول شيء نعمل اتجهنا إلى المدارس وعملنا توعي عن طريق محاضرات تثقيفية ما هو الطبق الصحي ما هو الهرم الغذائي ما هي المجموعة الغذائية وكيف الطالب لازم يتأكد ان هو عم ياخد احتياجاته اليومية من الغذاء بصورة صحيحة والبيتامينات والمعابن حتى يقدر يكون أداءه صحي فعملنا ورش عمل بلسنا في مدرسة وعلمناهم ما هي أهمية الغذاء هذه واحد الجزء الثاني من ورشة العمل كانت كيف أختار طعامي وكيف أعده بصورة صحية وصحيحة وتحفيزهم على الاعتمام بالغذاء الصحيح الآن اليوم أنا هلأ في التجاهي متوجهة أختارنا المدارس بعد ما عملنا ورشة العمل وكانت اسموع هذا من يومين أخذنا قمة المدارس باختيار مجموعة من الطلاب من كل فص زي رائد من رواد التغذية لنأخذه على الجمعية لاختيار مينيو أو قائم الطعام سيتم إعداد منها الطبق الصحي اللي حيكون فيه مسابقة ويفوز فيه أحسن طبق صحي من المدارس وفيه الفوز إلى مرحلتين طبعا حيعدوا تلات واجبات رئيسيات الطلاب الإفطار والغداء والعشا وواجبة خفيفة يعدوها بطريقة صحية يكتبون كيف أعدوها ويكون هناك في لازمتحكم إحنا والطب الوقائي من عنده كثير بذية فيه فريق عمل حيكون مقيمين إحنا إدارتين المشتركين في هذا الموضوع إدارة التغذية إدارة التغذية ويكونوا معنا حتى يتم تقييم من هي الجهة أو المدرسة التي فازت ومن هم الطلاب اللي قاموا بإعداد الوجبة الصحية بطريقة لذيذة وعرضها يكون بطريقة خلينا نقول مشجعة على الأكل ستحتوي على جميع العناصر في ذلك ممتاز الجميل كذلك ركزت على فئة يعني من الصف الخامس وما فوق يعني من البداية تم تدريبهم وكذلك ما بطريقة بس تعليمية بحتة يعني خذوهم حتى بطريقة عملية مو فقط عن نية أنه بس جرح لا خذتهم بطريقة عملية أنه بيشترون كيف يشترون الأغراض بداية وكيف حتى يسوونها يعني كيف تنطبخ وعرضها نعم عفوا دكتورة نعم الفكرة زي ما حضرتك تفضلتين لما بتبدأ أي من الصغر تنشئ فيهم روح المسؤولية والاهتمام في أنه هذا الطعام اختيارك أنت وليس شيء أنت مفروض عليك اختيارك أنت أنت تعرف شو يجب تاكل اختيارك أنت كيف تعرف تحضر الأكل اختيارك أنت تشارك الوالدة بإعداد إذا كان مثلا طفلة أو طفل ومشاركة الوالد في عملية انتقاء الطعام يعني يروح معها وفي تروليز عملناها صغيرة للأطفال مقسمة على شكل الطبق الصحي يعني أقل شيء الدهون وأكثر شيء النشويات والبيتامينات المعادن مكان الخضار مكان مقسمة بالألوان على حسب الطبق الصحي لتشجيعهم وكمان تارف خامس انت عم تتكلم على شئة عمرية صغيرة لازم يكون في عندهم في معاهم عملنا لهم زي أشياء إرشادية نعم يكتبوا قائمة الطعام ملونة يختاروا فيها كم خضار كم فاكه يعني عملنا كذا نشرة خلينا نقول لتوعية الطالب ونسحل عليه مهمة كيفية عداد الطبق الصحي ومش بش هيك دكتورة في مؤتمر دبي الخامس للتغذية اللي حيكون من 24 إلى 26 أكتوبر الطلبة الفائزين سيتم تكريمهم في المؤتمر وعطاهم جوائز في المؤتمر ممتاز وذلك فيه عندنا بالمؤتمر في شغل نسمها المختبر الغذائي هناك حيكون فيه وضع القائمات الطعام اللي فازت حتى الناس تشوفها ويشوفها إنه هذا عدد طلابنا وهذا السن يعني سبحان الله حتى لو صغار بس عنده ما شاء الله والجميل كذلك أن طريقة الجذب لهم نفس ما قلت قلت المينيو سوينها بطريقة ملوى يعني يحسون باستمتاع حتى وهم يدون هذه الأطباق بالضبط دكتورة مش بالسيك أنت عم بتعد أنت طبقك هم يضطر أنك تاكله يعني الآن في فيه عندنا حضرتك أكيد على وعي فيه شيء اسم الأطفال البيكييتر البيكييتر هم الأطفال الذين ينطقون الطعام وهذه المشكلة أنه زايد عددهم بطريقة كبيرة وكعفقة والأهالي لهم تأثير كثير كبير الأم كثير خاتجية بوزنها الأب ما بيعدوا على طولة وحدة فمن إحدى أكبر المشاكل الآن أن الطفل ما يرغب بأكل الطعام اللي هو مفيد لجسمه وبالتالي أداءه حتى في المدرسة يقل لأنه المعادة ما أنتوصل وبيتامينات بصورة اللي لازم يأخذها فلما هو يشارك لإعداد الأكل وطريقة الطبخ هو مسؤول عن هذا الطبخ فحياكله وحيفض على الأهل حتى لأنه هنقولهم صورونا أنكم عددتوا في البيت للأهل صورونا أنه يعني عطونا كيف أنه قائمة أنه أخذتوها كأساوكم فائزين كيف هتطبقوا هذا كيف حتواجونا أنتم فعلا اللي استفدتوا من هاي الورش اللي عمتها هيئة صحة دبي بالتعاون مع إدارتين إدارة الوقاية وإدارة التغذية كيف وصلتوا أنكم طبختوا ليش نعلمكم مع الأهل وهل أهلكم أكلوا من الأكل أنتم صوتوا يعني إشراك العائلة ككل صحيح مش فرض صحيح رغبة وها شي جدا جميل أن العائلة بعد تشترك وكذا ليش لأنه سبحان الله يعني يلقى التشجيح حتى من أهله أنت مما بس غيرتي نظرة أو صلحتي فكراته بخصوص العكل الصحيح حتى البيت كامل بتتغير نظرته وحتى بتكون للأحسن والأحسن إن شاء الله إن شاء الله هذا هدفنا هدفنا نشر وعي للعائلة ككل تصوق ذكي تصوق صحيح أكل الأكل اللي أنا أحبه لكن أكل بطريقتي لكن تكون صحية وما فازوا بنصلح لهم إن شاء الله المرة جاية ويدخلونوا إياه إن شاء الله يكونوا فائزين صحيح هو الكل عندنا فائز مع هي صحة دبي ما حدا خسران فائز العلم فائز التقافة وكمان سكون لهم جوائز تسجيعية حتى اللي شاركوا لكن الفوز الأكبر العلم صحيح صحيح هذا يعني الجميع بياخذ الفكرة وبيتشجع يسويها لأنه خلاص عرفها والفكرة تمت في باله وخاصة من هذا السن اللي هو من الخامس ابتدائي يعني بيتعود دائما لما يكبر على هذا النمط الصحي فما بيجلقه صعوبة من أي نمط صحي يقيره في حياته دكتورة وفا طبعا اتكلمنا نحن عن أهمية المبادرة ككل بس وتكلمنا كذلك عن المسابقة بس ممكن تحدثيننا أكثر عن المسابقة اللي بيتم إطلاقها بالتفصيل يعني ضمن هذه المبادرة ومتى بيكون بتكون المسابقة أريد أنه هلأ كتوجهي إلى محلمة للأطفال موجودين المدارس نعم الرواد موجودين عم بيناقوا الأكل الصحي تبعهم المنو هلأ شو عملنا وزعنا قوائم نعم عددناها بحيث أنه مطبوعة يكتب في القائمة شو بده يشتري من السوبر ماركت ممتاز وهلأ هم موجودين مع مدرفينهم مع خصائيات التغذية من إذات التغذية بالمكان ياسيني تشرون القوائم اللي كتبوها حتى يتم إعداد الطبق الأسبوع جاي إن شاء الله بنتوجه أنا ودكتورة بدرية اللي حرمي من إدارة الوقاية والصحة والصحة المدرسية ونروح لك كمقيمين نحكم مع فريق إدارة التغذية وفريق من عندها نحكم على الأطباق وإستار في الطبق الصحي وحيكون إنا جمع قلتلك كدكتورة حيكون لدينا إفطار غداء غداء وسناك ووجبات خفيفة يعني حتى هاي ما نشيناها أنت تبايا أنت ما قد بريك من الدراسة تبايا تلعب تصالع تلفزيون شو تاكل صحيح كيف تاكل بطريقة صحية كم تاكل ها كلها بنعلمهم يا إن شاء الله صحيح الجميل كذلك اللي حبيت الحين بتذكر وأنت تكلمي تعليمهم حتى التخطيط يعني كيف تعد القوائم القوائم قبل ما تصير تتسوق وأنك تصير تتسوق وفي السوق تخطط شو تشتري أهم شي إنك تعد هاي شو في من أقوى من أقوى الاستراتيجيات لزيادة الثقافة التغذوية والالتزام في الانتقاء الطعام بصورة صحيح إني أنا أكتب شو أخذ نصفه ما كنت لأني أنا لما أكون مخطط شو أبا لأسبوع ودائما أنصح الناس ما تجيبون شهر يا جماعة كلما كانت القائمة أسبوعية أنا التزمت وكانت الأطعمة صح صحية أكثر صلاحيتها أكبر ما تتعرض للتلف ما تخرب عندي وحتى ماديا أحسن صحيح صحيح عرفتي يوم يب كميات كبيرة بتخترب ما بلتخدمها بنساها ما بلتزم فيها صحيح ومعظم الأشياء الطازجة تحتاج وقت قليل يعني وتخرب يعني فيه صراحة دكتورة موضوع تشهيق جدا بخصوص مبادرة رائد التغذي نتمنى لكم كل التوفيق بس قبل ما ننهي اللقاء وياك حبي نجتعطي كلمة أخيرة المستمعين الكرام سمعين الكرام هيئة صحة دبي استراتيجيتها الأساسية زيادة تطقيق والوعي التغذوي بالأموم الصحي الوعي الصحي للمجتمع وذاتي تغذية من إحدى أهدافها الأساسية زيادة الثقافة التغذوية ولكن الأساس إحنا نقول للناس الطعام شيء جيد ولذيذ كيف آكل طعامي بذتاء أتمنى الكلمة اللي أنا بوجهها يا جماعة إحنا عائلة عائلة شو يعني أم أب أطفال إحنا كنا نصنع القرار القرار يجي مع المدارس مع المعلمات المربيات الفاضلات مع الأهل إحنا كنا فريق عمل واحد يجب أن التكاتف حتى نزيد الثقافة التغذوية والوعي التغذوي لأطفالنا وأتمنى يعني منهم البدء من المنزل يا الأهل أرجوكم يعطوا الأطفال الثقة وإنتوا دعموهم تختيار غذائهم وما تقولوهم على شيء لا لكن حاولونكم تحولوا بصورة تكون صحية دكتورة وفا عايش نتمنى لكم كل التوفيق الله يخليكي دكتورة وفا عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي شكرا لك شكرا لك شكرا لك مستمعين كانت هذه آخر فغرة أنه في حلقتنا لليوم إن شاء الله نلقاكم باتر على نفس الوقت الساعة عشر الصبح أشكر فريق العمل وياي في الإعداد نور نزال في التنسيق ميران مري وفي الإخراج أيمن سرحيل محدثتكم الدكتورة عاش البسطي شكرا لكم جميعا ويعطيكم العافية نلقاكم باتر على نفس التوقيت دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي اشتركوا في القناة